كانت مسيرته مع يونايتد في ازدهار وبفضل أدائه الاستثنائي في موسم 2007-2008 فاز رونالدو بجائزة الكرة الذهبية الأولى ليصنف أخيراً كأفضل لاعب في العالم لكن في صد فوزه بجائزة الكرة الذهبية والعيبه المذهل في الملعب بدأت الشائعة تنتشر في خصوص رغبة رونالدو بالانتقال من النادي أعلن أن نادي مانشستر سيتي الذي كان تحت ملكية جديدة حينها يسعى إلى شرائه المال ليس معضلة بالنسبة إليكم ماذا إن أصبح رونالدو متاحاً فهو يلعب حالياً مع أكبر منافسيكم مانشستر يونايتد هل ستدفعون 70 أو 80 أو 100 مليون جنيه سترليني مقابلة؟ سيتخذ هذا القرار بالاشتراك مع مدير النادي مارك هيوز إذا أراد مدير النادي ضم رونالدو إلى مانشستر سيتي سنؤمن التمويل بين أسهم رئيس المال والفرق هل ستدفعون 60 أو 70 مليون جنيه سترليني مقابلة؟ يعتمد الأمر على استحقاقه للمبلغ إذا كان يستحق سندفع لكن نفى رونالدو هذه الشائعات سريعاً حيث صرح أنه لن يغادر نادي السؤال الأخير لي هل ستبقى مع مانشستر يونايتد أم أن الشائعات عن مغادرتك صحيحة؟ في اعتقادك من سيلعب مع فريق مدريد العام المقبل؟ ثم تحمقى في هذا المكان أليس كذلك؟ ظننتك قلت متى كان في نادية؟ إن أردتني أن أراهن على ذلك سأراهن جداً على نفسي وأعتقد أنه إذا كان اللاعب سيغادر أولد ترافورد ويغادر مانشستر وأراد الذهاب إلى ناد أفضل وهذا قابل للجدال ثم تخيار واحد وهو ريال مدريد وكان ذلك مغرياً جداً لدرجة أن رونالدو كان مهتماً بذلك رامون كالديرون سعيت بشدة للحصول على رونالدو وتقول إنك لم تعد تسعى للتوقيع معه هل تطمئن مشجع مانشستر يونايتد أنك لم تسعى للحصول عليه عندما يفتح باب الانتقال من جديد؟ لا قلت أن كريستيانو رونالدو قرر البقاء مع مانشستر يونايتد وقرر اليونايتد أن لا يبيع اللاعب وهذا كل شيء لا يمكننا فعل أي شيء في خصوص ذلك هذا يحصل مع لاعبين أيضاً ترغب نواد أخرى بالحصول على العديد من لاعبين لكن يغلق النقاش في حال لم يريد المغادرة ولم نرد البيع لم تعد تريد الحصول عليه إذن؟ نحن نرغب بالحصول على أي لاعب بارع في العالم مثل ما يرغب مانشستر بالحصول على أي لاعب بارع ليس فقط من ريال مدريد بل من جميع أرجاء العالم أيضاً لكن أعتقد أن الاتفاق يجب أن يتم بين النادي واللاعب في العام 2009 تحولت الشائعات إلى حقيقة تم الاتفاق على نقل رونالدو إلى ريال مدريد مقابل مبلغ كلي قدره 80 مليون جنيه استرليني ليصبح حينها أغلى لاعباً تم شراؤه في تاريخ كرة القدم تصدر الانتقال العنوين في العالم وبدأ رونالدو سعيداً ومتحمساً للعب مع الفريق الحاصل على 31 لقباً للدوري الإسباني واحد اثنان ثلاثة مرحباً مدريد